سأتسمعي أعزائي طالبة وطالبات الصف الأول السنوي أهلا وسهلا ومرحبا بكم وما زلنا في الدرس التالي بقانوان بعان والشراب النهاردة معنا شغط ايه؟ بعنوان يعني طعام المفضل لان تسيل الهدف من درس اليوم اللي هنتعلمه ازاي عبر عن الشيء المفضل او المحبب بالنسبة لية اول جزء معنا الكلمات هتكلم فيه عن يعني المأكلات والمشروبات او القطيمة والمشروبات اول جزء معنا دي يجي غشت القطيمة معظم الكلمات هنكون اتعلمناها قبل كده وتعرفنا عليها لكن هنجمعها مع بعض النهاردة ونشوف ازاي يعني شريحة لحم وسلطة دي من ضمن الوجبات من ضمن المأكلات يعني دجاج مع بطاطس مقلية يعني سمك مع شربة خضار يعني دي بعض انواع الاكل اللي احنا تعرفنا عليها مسبقا في كلمات الدرس لكن جمعناها زي ما قلنا النهاردة من ضمن الوجبات اللي انا ممكن اكون اتعلمتها او عفتها بعد كده هنتقل دي جتغنكة المشروبات اتعرف على بعض المشروبات أبفل زفت يعني عصير طفاح أغانجين زفت عصير برتقال تي شاي كافي قهوة كابوتشينو كابوتشينو كولا كولا ملش حليب او لبن مينغال بصع يعني مياه معدنية بعد كده هنتقل لجزء الكومونيكاتسيون المحادثة والمفروض اتعلم فيها ايبر لبنجس اسن و جتغنكة او استغوكن يعني اتحدث او اعبر عن الطعام المفضل بالنسبالي وايضا الشراب المفضل بالنسبالي اول حاجة ازاي اسأل عن طعامك المفضل بقول بالالماني معناها ما هو طعامك المفضل في صيغة تانية معانا بتقول يعني ماذا تحب ان تأكل بتعلمت صغطين اسأل بهم عن ايه الطعام المفضل او الحاجة اللي انا بحب اكلها ناخد مع بعض بايشبيل مثال باسأل واحد ما هو طعامك المفضل او ماذا تحب ان تأكل زي ما تعلمنا هيرد علي ويقول لي طعام المفضل بطاطس مقلية مع فريخ او يعني انا احب ان اكل بطاطس مقلية مع دجاج يبا كده تعلمت ازاي اسأل و ازاي اجاوب بعد كده اسأل ازاي عن المشروب المفضل نفس الصيغة لك انا اغير كلمة واحدة اللي هي ما هو مشروبك المفضل هناك قلت ليب لنجس اسن طعام لكنها قلت مشروب ماذا تحب ان تشرب ناخد باي شبيل مثال مع بع ما هو او 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 ما هو طعامك المفضل ما هو طعامك المفضل زي ما تعلمنا او 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 ملش في كلمة واحدة ايه اللي تنفع كلمة ستيك لان معناها لحم مشوي لكن الاختيارات التانية كلها عبارة عن مشروبات نمع 2 نقاط قال له انا بحب اشرب لبن طبعا جدا طالما قلتو احب اشرب يبقى باسأل عن ايه مشروبك المفضل يا ايه ما هو مشروبك المفضل قال لي اشتغنك جان ملش نمع 3 ماذا تحب ان تشرب قال لي اشتغنك جان جاوب قال ايه الحاجة الوحيدة اللي تنفع هي افل زفت معناها عصير طفاع لكن الباقي عبارة عن مأكلات دا اللي تعلمنا في درس اليوم هو لي بن اوستغوكن ازاي عبر عن الشيء المفضل او المحبب بالنسبة اليها دي جيغشت بعض الوجبات والمأكلات باللغة الالمانية وبكده نكون انتهينا من الدرس اليوم على امل اللقاء في دروس قادمة هذا الان اشتغنك في الدرس اليوم وممتاز باللغة الانجاب حالك وممتاز باللغة الانجاب اشتغنك في الدرس اليوم اشتركوا في القناة